سؤال بيقول مساء الخير يا دكتور عمر حضرتك لو حد يلابس الشراب القدم ما ينفعش يمسح عليه في الوضوء بيسأل الشراب دوة لازم يكون فيه أوصاف بس خلينا نقول الأول خالص إن احنا الخف اللي يجب الخف اللي يجوز المسح عليه فيه شوية أوصاف الوصف الأولاني عند استاذ الشفعية إنه يمكن تتابع المشي عليه الأمر الثاني إنه يكون ساتري يعني المياه ما بتنفز منه إلى اللي تحته الحاجة التالتة إنه هو كمان يكون ساتر لغاية موضع الفرض الشراب اللي عندنا ده عند المذاب الأربعة ما بينطبخش عليه ما تستعجلش لازم تسمع الكلام لآخر الشراب اللي بنلبسه ده مش منطبق عليه الشروط عند الأيمة الأربعة لكن بعض السادة الحنابلة أخذ برواية لحديث رسول الله عليه وسلم بماذا؟ بالمسح على الجوربين فأخذ مفهوم الجوربين ده مفهوم عام كل جورب بقى فإذا كنا بنلبس ده واسمه جورب خلاص يبقى داخل في هذا العموم طب نعمل إيه؟ الفاتوه بنعمل إيه بقى؟ الفاتوه بنعمل إيه؟ بنقول إذا احتاج الإنسان أو إذا اضطر الإنسان لده لسبب أو لآخر بيبن أودات في أوقات كتيرة أو في أماكن كتيرة في البرد أو في أماكن ما بيقدرش يخسر رجله في أماكن كتيرة إذا كان ده يقلد من أجاز يقلد من أجاز بس الأساس إن لأ إن ده مش متوفر في الشروط طب نعمل إيه؟ يمسح إذا احتاج لده يمسح إذا احتاج للمسح على إيه؟ على الجوربين طب إذا ما احتاجش؟ لأ يغسل قدمه أفضل ترجمة نانسي قنقر